اشتركوا في القناة المملكة العربية السعودية الشقيقة مقالد الحكم في المملكة هذا نصها صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعبر لسموكم عن أطيب تهانينا وتبريكاتنا في مناسبة الذكرى الرابع المباركة لتولي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقاليد الحكم في بلدنا العزيز المملكة العربية السعودية مشيدين بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات وبقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية كما ونود أن نعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين بلدينا وشعبين الشقيقين ولما تلقاه مملكة البحرين من دعم متواصل من شقيقتها المملكة العربية السعودية دعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسبغ عليكم منفور الصحة والسعادة ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الخير والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين